أولاً أنا أقول قعدة يا رب تنشروها وتحفظوها لا تجد ديناً كرم المرأة مثل الإسلام ولا كتاباً كرم المرأة مثل القرآن ولا نبياً كرم المرأة مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدي واحد اتنين الإسلام جاء ليحدد لا ليعدد أنت بتقول لي يا شيخنا أول الله الإسلام جاء ليحدد لا ليعدد يعني قبل الإسلام كان الراجل ربما يتزوج أدعاء هالم عشرة وخمستاشر وعشرين واربعين وخمسين كلام جميل فالإسلام جاء ليحدد ويقول له السقف أو مكسيمو زي ما بيقوله أقصى شيء أربعة وكان الراجل اللي على غير الإسلام ومتزوج أكثر من أربع يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الإسلام النبي يقول له امسك منهن أربعاً وفارق الإيه البق يبقى الإسلام أول حاجة جاء ليحدد لا ليعدد كلام جميل اتنين أتحدى شو بقوله أتحدى على الهوى مع دواء أهنم وحاجة جامدة هو إن حد يجيب لدليل من القرآن أو من السنة أن الدين أمر الرجال بالتعدد أمر لكن أمال إيه الدين عمل إيه الإسلام أباح الإسلام إيه أباح أباح يعني إيه دمعة يعني أنا حاطت قدام حضرتك مع احترامل المرأة على رأس من فوق استوصب النساء خيراً مع الفارق حاطت قدام حضرك على الصفرة أكثر من نوع من الطعام وبقولك اتفضل يا فندم كل اللي أنت عايزه واحد ما بيحبش الحمان بيأكل اللحمة يبقى حرام واحد ساب اللحمة وكل التفاح واحد ساب التفاح وكل الرز وحر فالأمر إيه مباح وليس خذي بقى حضرتك ليس كل مباح متاح والقضية يا فندم هو علاج أعزكم الله لبعض الأمراض وربما العلاج بيكون مر شوي بس أنا بيأخذ العلاج بمرارة بتجرعه بمرارة وأنا هسأل الأستاذة دعاء سؤال ممكن تتقمصها زي الشخصيات سين سؤال جيم جواب أنا بسأل زوجة أولى مع احترامنا طبعا ما رأيك في الزواج الثاني زوجة تجاوز عليك وانت زوجة أولى أنا كدعاء ومش هوافق طبعا دي واحد اتنين أنا بسأل زوجة تانية أعزكم الله مع احترامنا طبعا زوجة مطلقة ما رأيك في الزواج الثاني لو هتحب الشخص مثلا أنا بسأل السؤال عام هو أنتو هتحرموا الحالين هيقولوا كده طبعا ماشي طيب وبالمناسبة أعرف زوجة أنا أعز الإجابة بس أعرف زوجة تانية محترمة جدا وزي الفل يا ما قلناش حاجة السؤال التالي وتحطت في وضع أنها ليه اضطرت يبقى أفندي بالسؤال الأولان والسادة المشاهديني ممكن يدخلوا معنا يساهموا معنا في الإجابات يبقى السؤال وجه للزوجة الأولى الوحيدة مستحيل ده أنا أتباحه نعم مش هتباحه مثلا يعني ربنا أستاذ عماد ربنا أحفاظه بارك فيها ونعم الرجال ونعم الرجال اتنين زوجة مطلقة هتقول لكم ماله أو ماله أو يسطرني يسطر ولادي طب إحنا لو وجهنا السؤال يا فندم لبنت عانس عدة التلاتين خمسة تلاتين سنة ما تقولش عانس بس عشان ما نزعلش حد طيب ماشي على رأسنا على رأسنا واحدة ماشي كبرت في السن وقلت لها الزواج التاني هتبقى إيه على حسب الراجل يا فندم راجل زي الفل بتقولك قعدت الخزانة ولا جوازت النبي طيب راجل زي الفل وعلى خلق ودين على حسب يعني هتوافق ولا هترفض طيب رقم أربعة وجوابيني بصراحة أنا عارف أنت صريحة رقم أربعة امرأة ليس لها في الإنجاب رحنا للدكتور أو للدكتورة الدكتور قال يا جماعة أنت كراجل الإنجاب عندك طبيعي جدا لكن هي لا تنجب نهائيا أنا شفتها دي شفتها طيب استني بس حضرتك بقى وقلت لها يا فندم إيه رأي حضرتك زوجك يتجوز عليك وانت معاه ولا يطلعك ويجيب واحدة تانية هتقول إيه لا أنا شفتها بقول لحضرتك طيب ماشي شفتها في الصعيد طيب جوابيني بقى هي اللي تخطب لجزها هي اللي خطبت لجزها أيهم أفضل تستمر معاه طيب امرأة أصيبت بمرض مريضة وحال الموضوع دون المعاشرة بينها وبين زوجها زوجها يريمها في الشارع واللي يتجوز عليها ويحافظ عليها خذي بقى اللي جاي دي يا فندم إن الطبيعي في مخلقات الله ألا يعلمه من خلق سبحانه وتعالى الطبيعي إن دايما العنصر الزكوري أقل من العنصر الإنسوي هتروح في النباتات هتلاقي كل مئة نخلة في وسطهم نخلة ذكر هتروح في الأسماك هتلاقي مش عارف إيه كله كده سبحان الله من أول مخلق ربنا الخلق